موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 عشان بتنزل عليها فيديوهات وستوريهات على السوشيال ميديا هو الراجل شايف ان دوت الستسفاكشن بتاعه بيجي من التسجيل يعني استسفاكشن بتاعه باش مجرد انه راح يظهر المكان او كان الواجبة كويسة لا هو تسجيل الحدث او تسجيل المكان او الخبرة اللي هو بيشوفها وينقلها للاخرين هي دي بالنسبة له اهم حاجة بيجيديه استسفاكشن يجيل ويزا اشتركوا في القناة 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 كل تحت 30 سنة بصفة عامة كل التسجيل من نسبه أو تقديم تقديم الحدث على الانترنت يسير له أكبر قدر من الإشباع فبالتالي لازم أنا كراجل أقدم الخدمة أو المنتج ده أن أنا أبراعي جزئي الإقامة أن أضع أماكن إقامة سعرها في متناوله رخيص ويجعل النظافة والهيجين المحترم وفي نفس الوقت بطجتها و أخلق له بقى إفنت أخلق له إفنت هذا كلام جميل جدا طبعا نحن نخلق إفنت السياحل وشام الشيخ يقام إفنت حيث التحرك مهمة جدا نحن نعمل إفنت لا نعمل سبونسور مثلا من الفنادق في أكبر ميادين شام الشيخ ويجيبوا فرق متدولة يومية أنا رأيت الكاملة في بعض الدول السياحية مثل إسبانيا ميدان كبير في ستاج كل يوم تحط عليه لوجو مدجر كبير مجموعة سبونسور ويجيب دي جي مثلا بيجيب فرقة وتبقى مفتوحة فري للناس كلها اه بيدفع بيدفع للبلدية التكلفة اليومية ويحط اسمه ويتصور والإعلام بيصوره وهو اللي مكلف اليوم يومي سبعة أيام البلدية بتعمله بلدية المدينة بتعمله ويتفعلها ليه دوري كل واحد يوم سواء محلات تجارية كبيرة السوبر ماركت سكبار مجموعة فنادق طبعا الكلام كله هو التاجر اللي هو صاحب اللي ستور أو المجموعة فنادق كله سيكسب لما يكون فيه الصحيح وتتفرجي بقى على حشود الشباب حشود الشباب اللي واقفة بتتفرج على هذا الشوق أو الفرقة الموسيقية وفيه فرقة مغمورة بتيجي المساعدة تيجي ببلاش عشان ربنا يفتحها عشان الشباب دا يستجيلها وتبتلي تنتشر فبتبتساعدكم اللي بتساعد المغمور انه ينتشر على طريق الشباب وفي نفس الوقت اللي سبونسور بتعقصه لكن انا بنادي احنا عندنا محافظين يعني نشاطاء جدا في شام الشيخ وفي الغردقة معالي خليبي فودة من ناس النشيطة جدا ليه ما نقملكش هذا الكلام في نعمة مثلا ناخد حاجة كده ومتاجر أو مطاعم أو الأخيرة تسبونسور كل يوم حدنا كل الشباب هناك وبيسجلوا وحتلق شام الشيخ دي كل نتفرق عليها كانش شام الشيخ بس شام الشيخ في الغردقة في الساحل في جميع الأماكن السياحية المصرية حتى في القاهرة يعني نهارا عندنا عندنا أماكن زي شارع المعز وميدان التحرير بقراع وحط المواطن المصري وحط المواطن الأجنابي وكل بتفرج وكل بيستمتع باللي بيحصل وممكن فيها شق تجاري بحط يعني كرفانات كده تبيع واجبات خفيفة أو كده أو درينكس للناس ادي الناس الروح أو مامشى أهل مصر حاجة جديدة لسه برينيو طب ما انا اعمل حاجات زي كده انا بكارب على جدوى اليومي خلال فترة الصيف بالكامل تقدر تعمله إفنس كتير أو تعمله جدوى المشروع انت يوميا 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 هتتفرج على حاجة يوميا هتلاقي فيه فرقة جديدة في الإفنس موقفة أكبر حتى أكبر إنت تحضير إفنس أكبر انت تحضير مستر محمد على السياحة العربية وعلاقتها بالثقافة سياحة العربية ليست غاوية الأثار وعايزين شاطئي أكثر وعايزين الحفلات والنوم يبقوا في وسط المصريين كيف نستغل هذا في أن ترى الاتجاه من داخل مصر وأعتقد بأنه ينتشر في العالم والشباب الجديد أحببه قوي قوي في أن يشوف الأثار وخاصة المتاحف الكبير والمتاحف التي تبقى موجودة في شام الشيخ والغرداء هل لا يوجد اتجاه أن نجذبهم أكثر للحطة؟ هذا الشراب يمكن أن يذهب وعلى ذلك نحن فتحة متاحف في شام الشيخ والغرداء وفي المطار في المطار وفي المطار لأنه يمكن أن ننقل المتاحف على الفرشة فيالت لأنه هو الشراب لا يريد أن ينزل المشوار أحب الأول أن يرى ونرى المشوار تنعم الدعاية اكبر متحف في العالم موجود على الفرشة تتخش عليها وتتفراجي على كل شيء كفتار ترى كل ما يحصل موجود الموضوع سيروح ليس انترست بالنسبة له الثقافة الهدف الاخر الهدف الاخر ان اوصل الثقافة المصرية الهدف الاخر نحن نعمل المسابقات لان المسابقات يخش حتى فكهة المنافسة تعالوا نعمل مسابقات اسئلة معلومات عامة اي تفصيلة انا مش عارفة ممكن يكون النافسه ازاي لنوصل بها للشباب الجديد العربي بحيث ان احنا نكتذبه ويدخل من خلال المسابقة بحيث ان احنا نقوله تعالى لو كسبت في المسابقة دي احنا هندخلك مثلا فوستجروب جاي هنوديك رحلة فور فري او نطلعك المدحة فور فري يعني ممكن احنا نشد الولاد دول بطريقة مختلفة غير التقليدي كلم حردك مصبوط بس هو انت لو تفتكري ايام الموضوع نقل المميوات الدنيا تقلبت ازاي والشباب اللي كانوا بيتكلم على السوشيال ميديا كانوا منبهرين جدا بس شايفين وما شاهدوا كام ده ومتحف الحضرات بقى شفيح حد ينزل مصر غير ميزول متحف الحضرات انا نقلنا على الهوى يعني حتى الزوء العربي تغير بقى مائل زي ما المصرين كمان بقى متحمسين او الاثر انا نقلنا على بالتباية وانت الشباب لازم تجذبيه حتى تتخشينهم السوشيال ميديا هو مش ها يخطبوا التلفزيون انا نقلنا في التلفزيون دلوقتي بس مع الاسف لا بس احنا ما نزل على السوشيال ميديا احنا اغلب المتباية اه فبالتالي احنا بنتكلم النهاردة بتتخشينهم السوشيال ميديا بتتكلم معي بتوريرو المنتج وانه هو بيتكلم بعدين اتكلم بلقى افنبه أنت انا وانتي نبدأ في مبدأ الـ life هو الـ value of life القيمة لا مجرد أن انا شربت عصير احسن عصير والأكثر عصير مبتكر فهو الـ value of life هذا تتعامل معا من مبدأ هذا هو مش راضي مقليله اشده شد تخشينه من مدخاله تخشينه من الباب بتاعه تخط به منه توريره موضوع المتحف الحضرات والبرزينتشارت عملت للمميوات قلبة الدنيا فبما قلبة الدنيا انعاكس الكلام ده النهاردة بيجزونه مصر وشوفتهم بعمقية أنا قد متحف الحضرات اللي جاي راكي التاكسي واللي جاي راكي بوسيرة اثناء مختلفة اللي جاي لوحده واللي جاي ولي جاي ولي جاي شباب وكنت سعيد جدا ما شوفت الشباب بيخش متحف الحضرات عشان يحضر ذا ادين لجميع الشركات الكورنبرت بيجت تعمل النهاردة جوه متحف الحضرات او تعمل انسانتف جوه متحف الحضرات انا استى حاضر برضو مؤتمر بتاع التكنولوجي كبير اتعامل في متحف الحضرات كان كل شباب ما شاء الله من مصر ومرجير مصر بدور العربية ودور اجنبية كل الكلام ده النهاردة انا النهاردة عايزة اوصل الثقافة المصرية والحضرات المصرية والفخر المصري لازم اوصلوا عن طريق القنوات القنوات اللي هم بيتعامل معا يعني لسه فكرة انه مفتري الكباش وفي المنطقة دي بيتعامل دلوقتي عروض ازيال لأسماء عالمية فتعالوا يا شباب احضروا للشباب الفاشينيست والبنات اللي هي الستايليست والكلام ده لو قلتلهم تعالوا واحضروا حاجزة كده اكيد طبعا ما هو يعني نهاردة مثلا فيه بعضا من الفنادق بشكل يعني استقلالي مش منظم عن طريق الدولة مثلا عن طريق المحافظة بيعمل مسابقات ملكات الجمال وبيجيب واخد بحردك ازاي وبتلاقي بيبقى حمالية ترافيك في بعضا من الفناديو بيعمل مسدسلات تلفزيونية على المنطقة الصحية بتاعته الترويك الترويك الجوة المحتوى بشكل غير مباشر هو عنصر الكذب الرئيسي ما فيش حاجة اسمها بتروح بشكل مباشر الشباب بيحب الشكل مباشر لازم تروحيله جوة محتوى والمحتوى ده متواجد في الطرق او في القنوات بتاعته حيجيلك وحتعمل معاك وحيسمعلك لكن هنقول له تعالى مصري عشان احنا دمينا خفيف او احنا احسن دولة عندنا اثار في العالم بس احنا فعلا اكتر دولة عندنا اثار في العالم بس احنا فالموضوع لازم يعرف وبعدين نقطة مهمة جدا الشباب للنظر بيحبش اقراء يعني ما تديش مثلا ما تديش ارتكال مثلا فيه او مئة صفحة سوري مئة صطرة مستحيل حيارها تبسولة صغيرة مختصرة كونتينس حررت تديله كده كونتينس فيديو مصور دقيقة حاجة في السريع كده فعل اتعاس تقول له فعل مئة صطرة دول لكن هتقول له خد اقراء مئة صطرة مهما كانوا مهمين مزباله فانهار ده لازم عشان توصليه المعلومة توصليه عن طريق المحتوى لما اي حد بيسمع كلمة مصر اول حاجة بتيجي في دنابو الاهرامات عجيبة من عجاب الدنيا السابع ولكن في الحقيقة لو لفت مصر صح هتعرف ان الاهرامات جزء من ثروة مصر وان فيه عماكن في مصر مبهرة لازم تاخد حقها اكتر وتتشاف مصر دولة الحضارات القديمة وفيها القاهرة اكبر مدينة عربية في عدد السكان والمساحة القاهرة مظلومة بسبب انها العاصمة وان معظم الناس اللي عايشين فيها بيشتغلوا فمش بيدوها حقها ومبيبقاش عندهم وقت ينزلوا لكن لو زورة المعز وقت الغروب تبدأ تشوف جمال والوان المدينة الحقيقة كبري اسر النيل ومنظر البرج والميادين والتماثيل وقت الغروب رهيب ميدان التحرير واسر البرون وجماله حديقة الازهر وقلعت صلاح الدين ومحمية ودي دجلة كل دي اماكن في القاهرة تستحق السيارة خلينا الكلام على حتة مهمة واحنا مش عافين نستغلها كويس العرب يحبوا اوي الدراما المصرية تحديدا ويحبوا الفنانين والمغنيين المصريين تحديدا واللكنة المصرية فكرة ان احنا نستغل ده انه تعالوا يا عرب احنا هنخللكم مثلا او كمجموعة من السيحة العربية تعالوا نحضر ساشن تصوير او جزء من تصوير فيلم دراما وتبقوا انتوا على تواصل بشركات الانتاج ان يقولكوا اه احنا ممكن مسموح في اليوم كذا ويوم كذا مثلا انه مجموعة من العرب تحضر التصوير لا يا جماعة ده احنا الرحلة دي هنطلع فيها الفنان فلان الفلاني فتبص تلاقي فيه جذب رهيب لانه حتى من الشباب بيتابعوا فنانين كبار عندنا وفنانين الشباب برده فدي الفكرة دي ازاي الغادلاتي مشافين استغال الدراما حضرتك اثارتي بوضعه في المتالة همية هوليوود 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 بكل شركتها المعروفة نذكر اسماء هاي نهاردة هاي نهاردة ممكن تشترك في نحلة بيعملك سيتي تور في السيتي في هوليوود زي مدانة الانتاج او زي مدانة الانتاج او زي مدانة التلفزيون يعني في كل احوال ان انا اروح مكان ارى نفسي مثلا فيه فنان مصري مشهور بيمثل شط مثلا معين وابص اتصور معه ده بمقابل مش ببلاش يعني انتكاد بفلوس شركة انتاج خلاص هي اللي بتاخد الفلوس لانها هي دفع عملة عادة للممثل دان وبيشتغل معها خلاص فبالتالي شركة انتاج هي اللي بتنظم هذا الكلام فالنهاردة ليه فعلا اصالتي موضوع مدانة طبعا عايزة تنشيل السياحة بالتعاون مع الشركة وانتو كشركات سياحة ممكن تعملوها احنا عشان نشتغلها لازم نشتغلها من خلال لازم هي تنشيل السياحة لازم يحصل تنسيق على شكل دولة عشان جهة رسمية بعدين احنا من تحتها نشتغل لنظم التور ايه تصريحات للممثل ايه ايه فالموضوع ليه اجراءات او التلفزياء لازم تكون مدعوة فالموضوع لازم يمشي باقتار رسمي قانوني الاول اعتقد الدولة يشقول اكيد دولة يشقول لا بس احنا نطرح افكار ايجاية انا اعرف ان احنا الساقة او احمد عزو او او احمد حلمي او احمد حلمي موجودين في مكان معينة او حتى برر او حتى برر تصوير خارجي تصوير خارجي مدة ربع ساعة في البريك بتاع الفنانين تصوير اخر او عربي انت الموضوع اللي اتعمل حيامل فلوس انا بكلم على حتى التحكم ان احنا ان اتفرجي على تصوير جزئ من مثلثه من فيلم وعشان تتفرج على هذا ويحضر حاجة بتتتعمل وانها تكون فيدي انت كواليز اليوم انا فيه مرامج تلفزيونية قائمة على انها بيجيب موارع الجواليز ويقدمهم موزئيين معروفين انها موارع جواليز ووخصوهم على الشباب اليوم ان احس الناف كامي يوكولون بركز مع الشباب لأنني أرى أنهم هم الـ Future في كل شيء فبالتالي يجب أن نفوكس ونحن نشغل معهم وهما انترس لأنهم يشوفوا بكلام ذلك يعني هو انترس لأن يشوف بلوجر يتصور معاه انترس لأن يشوف أكتور يتصور معاه مهم جدا يعني ده أصل واحد ضعاية حدريك لما تيجي تنزل برشوء أو تنزل تعريف بالرحلة لو كتبت اسم البلوجر أو البلوجر ده أو كتبت اسم فنان أو حاجة دي الوحدة هتجير لك ناس كيف؟ كان من حوالي أكثر من 15 سنة أو 17 سنة كان مسرحية بتاع الفنان الكبير زعيم فنانين مصر فنان عدد الإمام كان بيقدم المسلسة بتاع المسلسة المسلسة بتاع الشهر فكان فاروق صبري هو المنتج بتاعه فمهمة أننا بشكل شخصي اتعاملت مع المسلح معدلات المسلح وتفاتي معهم أننا سوف قولة للسيوح العرب ومقابل مادي للمسلح إضافي ونستخد صورة مع الفنان عدد الإمام ضمن الباكتش وعملنا هذا الكلام وكان فيه مطعم كان عدد الإمام ساكن في وسط البلد كان فيه مطعم جاملات السيد وكان ينزل وقت فيه الشبشيشة وبتاع مسألة الضهرية وبعد الغداء عرفنا المعاد بتاعه بقى ناخد الجربات ويتصوروا للبنانين يعشقوا حاجة اسمها عدد الإمام فهو النهاردة عدد الإمام سرق قومية نازمة عمل معاه من هذا المنطلق محمد صلاح جاء مصر كورا محمد صلاح برضه هرم لازم منتج أنا شخصي أنا مبروح أي دولة في العالم وأول من لهم مصر يقول للمصلاح فبيعتبروني أنا من العيلة مصلاح يعني المئة مليون مصري المئة مليون مصري يقول لك مصلاح يعني متعامل معاك بيختصر المئة مليون في مصلاح لا أنا موجود في ديستيشن زي الغرداء لازم أقلب الدنيا تصوير وبروباجنة يعني فيه اهتمامات فهو النقطة النهاردة يحب بلده ويعتبر أنه عندما يعمل الكلام كله يضع بلده ويضع بلده دول شقيقة النهاردة عمل مهرجانات طول السنة وابتقد الفنانين المصريين يعملوا مصرحيات ويعملوا أفلام عشان يروج السعودية مهرجان الرياض ومهرجان جدة فنان المصريين جايين على رياض وعلى جدة بمصرحيات والأغاني وحفلات وإلى خير لأنه النهاردة توجهت للترويج السياحي فتحت فجابت مين؟ جابت قوة نعمل مصرية ركزي بقى بديها صحيح ومين يقدم المصرحيات والأفلام والأغاني أكثر من 80% منهم قوة نعمل مصرية حتى برامج رمضان برامج رمضان متصورة هناك بقوة نعمة مصرية تستورد لترويج سياحة أخرى حفظين مسلسل من المسلسلات اللي نزلت في رمضان اللي كانت بتحكي عن الشهداء حفظين أكثر مننا رغم أنها حاجة خاصة بمصر لكن أخواتنا العرب كانوا قديم تابعينها وقديم حفظين الأحداث وقديم حفظين هناك مسلسل تاني تتعامل على الستينات وخمس سنة أنا لسا كنت مع صديقة وهي إعلامية اسمها فاطمة من البحرين وكانت بتحكي لي بتقول لي يا ريتني جيت تعلمت هنا في مصر فترة الجامعة فأولا لقيت لي فيه مسلسل نزل بيتكلم عن فترة الجامعة في الستينات والسبعينات وثمانينات كمان بتقول لي حاجة خلت الواحد كان لازم يتعلم في مصر فبص مسلسل ازاي يجي الدفعات الجديدة من الشباب تبقى عايزة كمان تتعلم في مصر فبصط نحن عندنا جامعات عظيمة ده كلام مصبور ان اللهجة المصرية ملهجة محبوبة وبتقلد هم بيحبوا الكلام وصري فبالتالي ذكرت الهجة المصرية فبالتالي فيه جامعات دولية جامعات دولية كبيرة فتح الترخيص في مصر فبالتالي 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 ويقعد في مصر ويقعد في مدينة سياحية بالمرة سوف يكون سافير لينا ويتكلم عن محثة داخل مصر لانه سيزور الدوميستيك انا اريد ان اتحدثك انا في ماليزيا اما بكون هناك واشتري مثلا اروح محل او ابو ساقجي ولد يقول لي انت من مصر انا درست في الازهر انا عشت في كذا انا كنت عادت في مدينة نصف السكن انا بحب مصر ويكلمني عربي او مصري او ماليزيا او اندونيسيا انت من اجل الازهر لانه عندها البرت او مدخي ان انا اعمل مصر او ميزيا انا خبرة لدينا الدينية والتعامل الأزهالي لكنهم لم يروني بركة بركة جامل أظهر هذه نظرتهم من الأظهر لأن الأظهر يلعب في هذا الدور أنا يجب أن أركز مع الأظهر في هذا الدور لأن هذا الدور في الدول الإسلامية التي تعشق الحلال والعلاقة الإسلامية أو روحانية أنا ركز معها فالطلبة التي تدرسها تقدمها مساعدات غير محدودة يجب أن نهتم بالطلبة التي تدرسها في مصر لأنهم يردعوا ويقول لنا فيدباك والس أبعا نحن كلمنا عن الإسلام نتكلم عن الطرف الثاني الكنيسة الأرزوكسية في مصر هذه حاجة عظيمة جدا لأن هذه متسيدة الرهبرة والأرزوكس لماذا لدينا نفس القصة؟ أجيب الطلبة التي تدرسها أنا عندي أثيوبيا وعندي دول كثيرة جدا فيها الأرزوكسية يبقى النهاردة زي ما الأظهر يبقى الكنيسة الأرزوكسية بتشتغل ويجيني من هذا ومن هذا أنا في الأخير دولة مصرية مصر ما هتجول للأديان وكلنا وكلنا أديوها حضرات ودين ربنا ونحن ما عنداش أي مشكلة في هذه النقطة كلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى لغيط دلوقتي السعودية واخدها مركز أولى هي سيحة الي جاينا من السعودية أكبر سياحة عربية بتيجي مصر مصر انبوتك على مستوى المصر ورقم واحد على مستوى دول العربية خلييني نتكلم على السعودية الإمارات الدول الخليج بشكل عام وضعها كويس جدا لكن لما تيجي الدورة على الشمال الأفريقيا تجد فيه عندنا مشكلة كدة مغرب و جزائر و تونس هناك تيارات شرطر تنزل على الشام الشيخ مباشر من الجزائر شبهة منتظمة طريبا كل أسبوع المغرب نفس السيناريو تتحرك لعبة سياحة تونس و المغرب كان لعبة سياحة حلوة كان لعبة سياحة حلوة بصراحة كانت الأمنية حلت كثيرا من الحدود المحتوظة وده وسع الحركة من شمار أفريقيا سواء كانت تونس او مغرب او جاذب وأنا معي معنومة مؤكدة بتايلات تلت توصل مصر من الجزائر بالزاد من شهر خمسة لفات فدي حاجة كويسة جدا مشاهدة شركات المصرية المعروفة فبالتالي نحن النقطة كلها تحركت طبعا تونس بتيجي برضو يعني اي كتعرقيل موجودة بتدت تفكش التلت محطات دول او الثلاث دول كانوا يروحوا مكان محدد في الشاق الأوسط او مكانين محددين بشاق الأقوى رقب واحد كانت تركيا يعني تركيا متسهل لهم التأشيرة جدا فكانوا كلهم على تركيا ولقبتين كانت مراههم من الإمارات لانه كانت شوية محطات في الإمارات رقب لهم بيعشاقوا مصر احنا لنجا ناخد الشارب Freeze اللي راحة لتركيا لأنهم اطباحون قريبا متماعية جدا يعشاقوا السح الدينية يروحوا يزوروا مساجد السيدنا رفيزة القبيلة يعشاقوا مناطق السح الدينية أولا البيت والجوامع الأديمة المصرية أبو الساحة القفيف سيذهب إلى أسوان بركب وبناكب الجزائرين يذهب إلى البيتشس أكثر المربع نأخذ منه الشر زاد العراق في أرقام ممتازة تأتي من الأسوار العراق لسمعات ليبيا ليبيا يخشون وليبيا في اسكندرية برقام كبيرة جدا في الساحل وفي الساحل وفي القاهرة فالدور العربية بصفة عامة الحمد لله في طفرة عندنا ما شاء الله فلدينا في العيد قال ربنا يا بالك رب ويعدي العيد على خير كمالة العادة رفعت فلدي بص رفعت كمالة العادة في العيد وهي شيء مؤشف جدا قائم على الساحل العربية الساحل العربية رقم واحد اكثر من 80% من نجاراتهم ساحل العربية اللازال برضو النازم لا ننساش نقطة مهمة جدا المنافسين الالتحدي الروبي رفعت تأشيرا من الإمارات فأصبح نظر الإماراتي بيوسر المطار زي وزي الأوروبي بيخش المحلين الناردة بتتفاوض على نفس الموضوع فأنا حاسة أنه دلوقتي فيه يعني دوشة شوية مش كورونا الحرب شوية عاملة مشاكل لأوروبا اللي مخلية الناس متراجعة شوية فإنها تسافر لأوروبا فأنا حاسة أن دي فرصة كويسة نحبود نستغل لها الخليج اللي كان بيسافر لأوروبا ممكن يجينا ممكن يجينا وفي حاجة اسمها ريفينج توريزم حاليا أو سحر الانتقامية لا 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 مصائب قوم من عند قوم؟ لا لا هي مش كده وفيه سحر الانتقامية شغال حاليا اسمها ريفينج توريزم الناس كنا بتسحر بأي سحر بأي حاجة سجن وتفتح بعد كورونا فالمطارات النهاردة في أوروبا فوق بعضها التعارات كلها بتسأخر لسه مطار هولندا ملغي عائل قائلا في دوتونية لحلة في مطار في أمستردام لا حرب منعة ولا حاجة لا لا هو الركاب كتير الركاب كتير كباسة المطار مش بعضية النهاردة موظفين مش كافين لأنه كانت تخلص من نسبة كبيرة من موظفين ساعة الكورونا فالنهاردة عشان يشغل كل تائرات فالنهاردة فيه عجز فيه أنصر البشري في الضيافة والعالم كله بيسافر فتخيالي بقى انتي طائب عالي جدا وطائب عالي جدا والعرض قليل ده بالنسبة بقيت للعالم كله بسافة عام احنا عندنا فيه نميزة في منطقتنا بقى يعني احنا هنا في مطاراتنا مستحملة ممشناش عمالة شركات التعاراتنا ممشتش عمالة شركات التعاراتنا ممشتش عمالة فبالتالي منستحمل الحركة العالية متوقع ان احنا ناخد سيف قوي جدا بالنسبة لمصر وبقيت الدول العربية زي الامارات بس يرجع من نقطة المنافسة زي الامارات كما قلنا بلكال الاتحاد اوروبية رفعت تأشيرات من الامارات وبيفح من البحرين وفي اتجاه اخر للسعادية انجلتال رفعت اوبيد من البحرين ومن على الامارات ده اوروبا الغربية نخش على الدول الجديدة مونتنيكرو اسم جديد ابتدى انتشر في مصر بدخر مصري من قد تأشير انتشر في مصر ابتدى انتشر في مصر ابتدى انتشر في مصر ابتدى من الدول العربية وكمل في مصر عندك ارمينيا ارمينيا ازربيجان كازاخستان اوكرانيا اوكرانيا اوكراما ده مربع اروبا الشرقية لوهنا الى عاشاق الاخصى عند ارخص اسعار وعلى هسبنا تحتانى تايلند 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 رقم واحد تسحب تاسعار رخيسة جدا وهنم في السعاد وهمبنسبة للخليج والتفتحت للسعودية لانتركت مقفولة حكوميا لانترية الدولة تركيا المؤخرا فهو كل المحطات ينظمت نفسك ماليزيا، اندونيسيا، اندونيسيا فيها بالي لازم تقدم بقى يعني النهاردة هل عندنا لفينش توليزم في طلب عالي فأمور ماشية بس بعد ما نفينش توليزم تقرس المتوقع تقرس على معدات 2023 هنرجع بقى المعدات الطبيعية هنرجع على المنافسة اللي على أصولها هنكون نترجع كل الجهات زولة حاجات بين البعاء لأصلاح هنرجع بقى المنافسة تشتغل مظبوطة لان كل واحدة هيكون زود موظفين ودربهم ويجعل الطلب يحصلوا عاملات تناقص لان طبعا بعد الهجوم تهدى لان بعد الرواك يحصل شوية كساد خفاف فبالدالي بعد الرجل نسيقنا حاليا عندك قلوا معناهات السنة دى يحصل بعد المنين لان نستعد بقى للفترة اللي بعد هنخش بقى المعركة اللي على أصولها المعركة الحقيقية اللي ندرب موظفيننا نجاهزين نقدر نخلها دخلات يعني اللي بيحصل لاتي ده مش مؤشر ودي دي معلومة مهمة اوي حداك بتقول ده مش مؤشر حقيقي لما بعد كده الحقيقية لازم نستعد ده عالم كله فلادي كلها كميرت لعدد طيران فقى على أسعاره بالطيران مش قادر يشغل بكامل قوته وانا تلك التعاجز للعمالة ده مستوحرات التطلع على الجرائد والأخبار حتى في كل إنجل طيران وفي أوروبا وفي كل حتة في أمريكا في رواج عالي جدا فقى كلها متفولة والطيران مش قادر يشيل وهم ارتفع الأسعار والتضخم على مستوى العالم كله طالب الناس وبعض الناس وبعض بس بعد حركة فرجة على المسلم العمر اللي فات كان عامل الزهف من مصبصين كانت بردو ناسوا بعض فهو النهار دا حنا نفضل على المانوال دا قد نهاية السنين دي الوفينش توريزم اوكي جا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسم حفظ بنتكلم على ازاي احنا عايزين نستعد الفترة اللي جاية دي ازاي عايزين نخش في المنافسة يبقى عندنا افكار جديدة نستغل الامكانيات اللي عندنا مش موجودة في العالم كله زي السياحة الثقافية وندخل فيها الشباب من خلال المسابقات نقولهم حندي مثلا تمثال مشابه لرسطة عن خامون دي الجايزة وحنخليكوا تطلعوا رحلات طب تعالوا هناك حفلات ستتعامل في مدينة العالمين هناك حفلة كذا انا سأخذلك التكت بتاع تكفر فيه من ضمن الحاجات المهمة التسهيلات والتحرك بالنقل من مدينة للتانية احنا دلاتي عندنا دلاتي نظام يعني طرق رائع وكمان بدينا بنعمل اهو قطر بيقطع مصر بالعرض وبطوله كله خلييني الكلام على القوانين اللي ممكن شوية خلي الساح ممكن ماجهاش تاني قاعد فلتوبيش شوية كتير دورنا عليه لا قلنا له لا والله احنا مستنيين لما يبقى معانا دورية من الشرط واعتقد دي الساحة الرقمية بتلعب فيها دور كبير جدا انه يبقى مفيش بقى يبقى كل حاجة عن طريق النات فبالتاني فيش ورقة بقى لازم تروح ويتمذع عليها والكلام اللي ممكن يكون يقابي اقر ده كلام مضغوط تماما واي سؤال حالك ان الدور اللي لعبت دور كبير جدا في التحاول الرقمي في هذا الموضوع خلينا الكلام بيخوذها بندبا الاثار النهاردة مثلا بتالت تعمل وبصيدات وابليكيشن وتالت تغيير تسكرتك وتخش على المكحب بتاعك دي خطوة كويسة جدا ممتازة زي بقى العالم مشغال عندك من ناحة تانية قلون الساحة الجديدة قلون الساحة الموحدة الجديدة اللي نازل لسه دابس بيناقش حاليا من منقشك مجتمعية قلون الساحة الموحدة منقشك مجتمعية عشان يغطي كل الصغرات اللي احنا كنا نتكلم عليها بتقابلنا كمنظمين برامك سياحية في مصر مع التوروبريتور الى اخير عندك حاليا كمان التحديثات اللي بتتم النهاردة في الطرق شبكة الطرق اللي الدولة بتستسمى فيها مليارات حقيقة وانفرستركشور بالنسبة للمستسمى اللي جاي يستسمى جواه مصر او للساحة اللي جاي يزور مصر لازه يمشي على طريق ممزبوط طريق محترم طريق في نسب امان عالية في خدمات كل كلامنا النهاردة اسعاف كل الخدمات اللي الدولة بتستسمى فيها دي كلها النهاردة تسهيلات بتتم عشان ازود ترويج السياحي واجب المستثمرين هو في الاخر هما الاثنين حاجة واحدة المستثمرين هيجي بفلوسه وعملة صعبة في مصر فبالتالي الدولة فهمة كواس اوي هي عايزة ايه وبتتحرك في هذا الاتجاه الايجابي بتجهزه انفرستركشور الى اخير بقى نيجي بقى على شبكة الطرق شبكة الطرق النهاردة بتعملك النهاردة فقط السرعة بتتم من ثلاثة جهات وعندك كمان مترو المونريال الجديد المونريال الجديد والر اي بي كل النهاردة بتطلعي من السخنة لغاية العالمين فأدي ايه كل اللي بيحصل ده النهاردة بيسهل للاتنين والسعي وده الهدف الرئيسي لان انا هدف الرئيسي ايه استجلاب عملة صعبة قد اقول العرفة كواس اوي هي عايزة ايه هي عايزة عملة صعبة عملة صعبة بالنسبة لي مثلا كثير او من الهيئات بتعمل تدريب لشباب مصري عشان تأهله تكنولوجيا بكل فهيئات تكنولوجيا تابع وزارة التكنولوجيا تأهل الشباب تكنولوجيا عشان يسافر بره بتصدر شاب مصري متعلم تعليم تكنولوجيا متميز بصدره بره عشان يحاول لمصر فالنهاردة يتم حاليا في مصر يبقى اذا عندي عنصانة استجلاب المستثمر عن طريق القوالين والتسياطة الضريبية اللي الدولة بتحطها له وشباك الواحد وشباك الواحد وفكية الخروج الامن لازم اخروج وفي نفس الوقت الاهم من المستثمر هو السايح الاجنابي السايح الاجنابي انا كدولة بعمل له كل هذي الاجراء فالدولة شغالة بيدها واسنالها اه تسليات وقواليب النقاط التفتيش النهاردة اشبالت قراءة كاميرات وليكن انا نكلم عنها زمان لو تفتك لي انا دي انه النهاردة كم مسافر اي دولة سيحية زي لندن زي باريس انا نفهمش في الشهر انا نفهمش عسكالي جنبي بس فيه كاميرات جايب وناس قاعد على الكمارات ويجيلك الامن في اللحظة المناسبة بريكورد معيك نهاردة مصر غراءة كاميرات وشبكات كاميرات عالية جدا وعالية الجودة وفائقة الجودة فالنهاردة هذا سيسهل بقى انا كنا نتكلف دي زمان وتفتك لي كنا نقولها يا جماعة انا كنا شبكة كاميرات او ركب جزء كبير من النار على كل الكامير وعلى كل الصور وفيش حاجة تستخبين كل الكاميرات تجهز حيبتدي يحصل تخفيض لزهور الرجل الامن المباشر لانهاردة خلاص او شايف او عبادك اعرب واحد او ناس نبسة ملكي وماشى في الشارع كل دانهاردة خطوات احنا متابعينها وشايفينها كل دي خطوات الدولة بتسعى انها تنفذها عشان تتلافى ما يقن يؤخذ علينا ان احنا ممكن نكون متواجدين بشكل اكثر امنيا او ضغطين او افلين بالعكس هي بتتفتح بس تفتح بالشكل المطلوب وطبعا وبسرعة يعني الملاحظ سرعة الاداء في التنفيذ يعني لازم نحط اربع شورة كده لسرعة الاداء في التنفيذ الموضوع بيعلن عنه بعدها بشهر بشابة قدامك يبقى ازن هنا في رقابة من القيادات ان كل حاجة يجب ان تتم بقى السعوى تعملك الناس مع الحكومة يفهمن بقى تكنولوجي انا بشكرك سيد محمد كتير دايما بتساعدنا بلقاءتك ولقاءتك فيها نوع من اجابية بشكل كبير شكرا جزيلا كل سانة وانت طيب ومشاهدين جميعا بخير وكل سان طيبين شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة